بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع وبالتأكيد بعد ختام الدوري فترة أجازة أو راحة سلبية خلال الفترة القادمة لكن في نفس الوقت هيكون فيها استعدادات للموسم الجديد موسم محلي، موسم إفريقي، صفقات تحضير كمان للاستعانة بجهاز فني جديد يقود فريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بعد إعلان النادي الأهلي منذ لحظات التوجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة ريكاردوس وارش اللي تولى المسؤولية خلال آخر شهرين في ختام الموسم الماضي وبالتالي الفترة القادمة هيكون فيها استعدادات مختلفة وفيها أخبار مهمة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي في كل مكان لكن حالة النهاردة هيكون فيها كواليس وتفاصيل وهنلقى الدوء كمان على أهم الأخبار والكواليس الموجودة من داخل النادي الأهلي بخصوص المرحلة القادمة وكمان هنشوف السوشيال ميديا بتتكلم على إيه في الساعات الأخيرة لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقت اليوم وسؤال حلقت النهاردة بعد انتهاء مسابقة الدوري عايز أعرف رأي حضراتكم في أبرز سلبيات البطولة وما مقترحات حضراتكم لتنظيم الدوري بشكل أفضل في الموسم المقبل شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر والإستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم واقتراحتكم على الفترة القادمة كمان في ظل أن الموسم الماضي كانت فيه سلبيات كثيرة جدا فعزين نعرف رأي حضراتكم بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي الأهلي يوجه الشكر لسوارش ومعاونيه وفي التريند المحلي فيتوريا يعلم قايمة معسكر ستمبر وأخيرا منطخب مصر يواجه النيجر وليبريا والديين استعرض مباريات اليوم النهاردة في مجموعة من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي نبدأ بالدوري الإنجليزي ساعة 8.30 في ثلاث لقاءات في توقيت واحد أرسنال يصديف أستون فيلا بورنموس يصديف ويلفر هامبتون منشستر سيتي يصديف نوتينجهام فوريست ساعة 9 إلى ربع من مساء اليوم واستهام يونيتد يصديف توتنهام هوتسبير والساعة 9 في الصهرة ليفربول يصديف نيوكاسل يونيتد مباراة قوية ومهمة جدا لفريق ليفربول والنجم المصري محمد صلاح نروح لدوري الإيطالي ساعة 6.30 في ثلاث مباريات في توقيت واحد أمبولي يصديف فيرونا سامبيتوريا يصديف لاتسيو وأودينيزي يصديف فيريونتينا ساعة 9 إلى ربع يوفينتوس يصديف سيبيزيا وأيضا نابولي يصديف ليتش دي مباريات النهاردة بالنسبة لي مباريات الأوروبية طيب النهاردة بنتكلم في 31 أغسطس 2022 يوم كان صعب جدا مر على كل المتابعين للقرى المصرية أو حتى كل الشعب المصري والأمة العربية لأن زي النهاردة من حوالي 16 سنة كانت لحظة صعبة جدا وعصيبة في نفس الوقت على الجميع وفاة النجم المصري ونجم النادي الأهلي الكابتن محمد عبد الوهاب مرت سنوات لكن استحالة ننسى محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب اللي عاش ومات داخل النادي الأهلي لكن عمره ما هيموت فيه أزهنة وهنفضل كل سنة نتذكر محمد عبد الوهاب بكل خير الله يرحمك يا محمد ودايما كده يا رب بإذن الله بندعو لك وبإذن الله يا رب تكون في الجنة وربنا يصبر والدتك يا رب دايما واطلع إلى فاصل وبعد الفاصل نبدأ بقى تفاصيل حلقتنا ونبدأ بفقر الترند الترند أهلا بحضراتكم من جديد طيب يمكن أهم خبر بيتصدر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة الخبر الرسمي اللي أعلنه النادي الأهلي بخصوص توجيه الشكر لريكاردو سوارش ومعاونيه وتقدير النادي الأهلي لجهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة يمكن الخبر الرسمي وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للسيد ريكاردو سوارش المدير الفني لفريق الكورة وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية وأكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بزلوا سوارش ومساعدين ومحاولتهم التي لم تتوقف عن بزل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة وهو ما يقدره النادي ومسئوليه وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ونظرا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سوارش ومعاونيه بالطراضي وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة ده الخبر الرسمي والقرار الرسمي الذي تم اتخاذه ظهر اليوم من قبل إدارة النادي الأهلي وبالفعل خلاص ريكاردو سوارش كان في النادي منذ حوالي ساعات أولاهلة جدا بيجمع كل متعلقاته للمغادرة وترق مصر خلال الساعات القادمة وبالتالي يبدأ النادي الأهلي بدء من اليوم عدة اجتماعات للتحضير للفترة القادمة التحضير للفترة اللي جاية مش مرتبط بس بالجهاز الفني لا مرتبط بالجهاز الفني مرتبط بالتحضير للقايمة المحلية والقايمة الإفريقية 15-9 آخر موعد لإرسال القايمة الإفريقية اللي هتلعب بيها دور الـ 32 أو الدور التمهيدي التاني في منتصف أكتوبر بإذن الله غالبا مع بطل تونس أو بطل رواندا كمان هيتم مناشة بقى ملف اللعيبة اللي ممكن يتم التعاقد معها وإعلان الصفقات خلال الساعات اللي جاية كمان إعلان يعني إعارة عدد من اللعيبة ورحيل عدد من اللعيبة ممكن يكون فيه صفقات تبادلية كل الأمور دي هتتم خلال الأيام القادمة أو ممكن يكون فيه بعض التفاصيل اللي هتتم إعلانها خلال الساعات القادمة لذلك بعد إعلان رحيل سوريش هيبدأ التحضير للموسم الجديد بدءا من النهاردة اجتماعات مستمرة منذ الصباح الباكر كانت فيه اجتماعات برضو خلال الأيام القادمة الماضية لأكثر من 4-5 ساعات يوميا بالبحث لمسألة التحضير للموسم اللي جاي لأن السنة الجاية أو الموسم اللي جاي الميزة اللي فيه أنك هتبدأ البطولة الإفريقية أو بطولة الدوري وإنت محدد ملامح القايمة بتاعتك مش هتستنى بقى لانتقالات يناير عشان تبدأ تفلتر القايمة الإفريقية لا القايمة الإفريقية السنة دي فيها أمر استثنائي هو طبعا طبيعي أن يكون أمر طبيعي لكن أمر استثنائي السنة دي أنك تقدر تأييد كل الصفقات الجديدة اللي هتبرمها خلال الفترة اللي جاية وبالتالي أي صفقة الأهل هيدمها وهيعلنها خلال الفترة اللي جاية قبل 15-9 يقدر يتم قدها في القايمة الإفريقية عشان تبدأ المشوار الإفريقي فبالتالي الاجتماعات مستمرة وأكيد هيكون فيه قرارات وإعلان مواقف بالنسبة للمرحلة الجاية بالنسبة لفريق الكورة سواء بقى من خلال الكابتن محمود الخطيب لجنة التخطيط، مدير التعاقدات كل الأمور دي أكيد فيه اجتماعات مستمرة بتجمع كل هذه الأطراف أو كل هلية الأطراف عشان تبدأ تشوف المرحلة اللي جاية طيب في نفس الوقت وحنا بنتكلم عن المرحلة اللي جاية وبنتكلم عن المسلم الماضي رسالة الجمهور النادي الأهلي وأنا دائما بحب أخاطب جمهور الأهلي لأن جمهور الأهلي يمكن أن هو الأكثر تفعلاً من خلال السوشيال ميديا مع الكامل الاحترام والتقدير لأي جماهير في أي مكان لكن دي أرقام بيتم إعلانها وحتى الاتحاد الأفريقي لما بيعمل أرقام أو بيعمل تصويت على بعض الأمور الخاصة بالمسابقات الأفريقية الكل بيبقى عارف الأعلى تصويت بيبقى جمهور النادي الأهلي حتى من ناحية الرقمية عدد الحسابات وعدد المتابعين من خلال الحسابات السوشيال ميديا بيبقى جمهور النادي الأهلي فالمطلوب من جمهور الأهلي الفترة اللي جاية ما يحكمش سواء على صفقة أو إعلان اسم مدرب إلا بعد فترة خدوا بالكو في مدربين والله تولي المسئولية مع فرق في أول 12 و15 ماتش ما حققوش النتاج المرجوة بس تكملوا وخلصوا الموسم بنتاج إيجابية فالنهاية إنك ما تبقاش عامل ضغط على المرحلة اللي جاية أتمنى يكون فيه استفادة من المراحل السابقة والصفقات اللي هيتم التعاقد معها أو المدرب اللي هيتم التعاقد معها الجمهور يبقى سابورته وأكبر دافع عليه للمرحلة اللي جاية لأن المرحلة اللي جاية محتاجين يكون فيه استقرار وهدوء شوية على فريق الكورة أنا عارف جمهور الأهلي دايما حرصه على الفريق وصل لأي مدى وأي درجة والجمهور هو العنصر الوحيد اللي في المنظومة اللي مالوش مصلحة إلا حاجة واحدة بس عايز الفرقة تكسب ويشوف النادي في أفضل المراكز فبالتالي الهدوء في الفترة اللي جاية هينعاكس بنتائج إجابية ما فيه مدرب تم التعاقد معها في الفترة السابقة إلا لما بتطلع البداية فكرة السيرة الزاتية أصل ما اشتغلش في أفريقيا أصل مش هينجح أصل فيه مدربين أفرق ماينفعوش اشتغلوا في مصر الكلام ده تقال كتير قوي على مدار أربع خمس سنين شفنا فيه مدربين استحملوا الضغوط ونجحوا بس حتى مش على مدى بعيد وفيه مدربين ما استحملوش الضغوط وما كملوش فبالتالي الضغوط بتيجي منين من الحاجات اللي بتتصدر على السوشيال ميديا على فكرة ممكن ما يكونش الأمر متعلق بالجمهور بشكل مباشر ممكن بيتبقى في بعض اللجان أو بعض الإعلاميين بيطلع يقولوا أخبار أو معلومات تصدر لك صورة سلبية فعلى طول أنت بتندفع ورهزي الأخبار أو الحاجات اللي بتتكتب على السوشيال ميديا وبيبقى رسالتك هنا آه رسالة خوف لكن في نفس الوقت الغرض أن يصدر لك رسالة سلبية عشان يبقى فيه حالة جدلية على اللعيبة أو على الجهاز الفني أو بشكل عام على فريق الكورن طيب دي رسالة للجمهور نتمنى يا رب الفترة الجاية يكون فيه استقرار لأن الاستقرار أكيد هينعكس على النتائج الإيجابية وده شفنا حتى لما جيبت سموسيماني في توقيت كان صعب جدا والاختيار وقتها كان اختيار عبقاري قبل مباراة الوداد ونهاء إفريقيا على الزمالك وقدر يحقق في ظرف سنتين أو عشرين شهر نتائج ما تحققتش منذ مرحلة وحكمة منويل جزي طيب النتائج الأهل المسلم الماضي على فكرة رغم أن الأهل بالمناسبة يعني الأهل أنهى الدوري في المركز التالت لكن طالما الأهل مش بطل الدوري لا يفري معه تاني ولا تالت ولا عشر يعني عمر الأهل مفقر في فكرة ترتيب المراكز أو تحسين المراكز عمر الأهل مفقر كده الأهل لو مش بطل الدوري لا تفري معه تاني من تالت من عشر عشان بس بعض الناس تقول لك الأهل خلص الدوري تالت والله التاني التالت العشر كلهم زي بعض الأهل بالنسبة له يعني المركز الأول ويبقى البطل يئم الباقي كله بالنسبة له سواسية فكرة بان الناس ممكن تقول لك أنا الوصيف وإزاي أنت ما بيتش وصيف هو متعاود على الوصيف لكن الأهل دايما معاود جمهوره على المركز الأول ولكن رغم أن الأهل في المركز التالي السنة دي أقوى هجوم أقوى خط دفاع وأقل الفرق اللي اتعرض لخسائر في الدوري أربع خسائر بس لكن اللي عمل أزمة للأهل السنة دي في الدوري حجم التعادلات مع فرق كنت ممكن تكسبها في بعض الأحيان حصلت أخطاء تحكمية أنا مش هقول كل حاجة على التحكيم برضو عشان نتكلم بموضوعية التحكيم كان جزء بس الجزء ممكن يكون كام أربعين خمسين في المائة لكن في خمسين في المائة تانية ممكن متعلقة بالجهاز الفني باللعيبة الروح حاجة كتير أو ممكن نقولها لكن في بعض الأحيان حصلت نتائج سلبية وتعادلات أفقدت الأهل فرصة المنافسة على اللقب من بدري كلام ده مثلا قبل نهاية الدوري بحوالي سبع تمن أسابيع لذلك حتى الآن لوقتها كان خد قرار في أول شهر تمانية وكان لسه في حوالي 8-9 ماتشاط أنه هيستكمل الدوري بالناشئين واللعيبين العائدين من الإصابة يعني الفكرة بالنسباله هو بقى شايف أن فيه أخطاء تحكمية مؤثرة على النتائج فأنا مش هكمل في المسرحية الهزلية دي وهحاول أستفيد بالعناصر اللعبة القطاع الناشئين وهشوف اللعائدين من الإصابة مدى استعادة الفرمة والده راحة سلبية للصف الأول خلال الفترة الأخير عشان يكون فيه راحة لكل اللاعبين الأساسيين قبل الاستعداد للموسم الجديد لكن أنا بتكلم على النتائج أقوى هجوم 62 هدف أقوى خطة فاق 21 هدف تمام بنتكلم كمان أقل الخسائر أربع مباريات أنت كسبت أصلا المتصدر ياخد منه أربع نقط كسبت الفريق اللي في المرجز الثاني واخد منه ثلاث نقط حتى في المواجهات المباشرة أنت متفوق عليهم لكن التعادلات دي هي اللي أفقدت الأهلي بطولة الدوري عشر تعادلات أنت لو كنت تعادلت خمسة من العشرة يعني أعتقد كان زمانك دلوقتي متفوق على الفريق المتصدر واللي فيه بالدوري بأكتر من حوالي ثلاث أربع نقاط حتى لما لعبت بالناشئين عملت نتائج أجابية آه ما تخطتش نسبة 60-70% لكن المتصدر لما لعب بقطاع الناشئين اتعادل وخسر ما عرفش يكسب لكن في النهاية فيه أمور ممكن نستفيد منها ونشوف السلبيات اللي حصلت السنة دي عشان نستفيد بيها ونعالج ده للسيزون اللي جاي والسنة اللي جاية بإذن الله آخر حاجة قبل ما أطلع لفاصل السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا زي ما قلت لحضراتكم بتصدر مفاهيم مغلوطة للناس بمعنى إيه يقولك أنت في المركز التالت أو عايز يقولك أنت مش متصدر ولا حتى مركز تاني وأنا قلت في البداية الأهلي طالما مش بطل لا فريق معاه تاني من تالت من عشر التاريخ بيقول كده على فكرة والأرقام كلها بتقول كده ولكن الناس بتحول تستغل المراكز دي عشان تتكلم على المشاركة الإفريقية تاني وتالت وعشر ما هي الناس بتلعب على زكرة السمك الناس هتنسى تاني وتالت وعشر الدول المصري آخر أربع خمس سنين آخر أربع خمس سنين بيتم حسم مقاعد الفرع اللي هتشارك في أفريقيا قبل الهيطة المسابقة وبتتحط معايير وبتتحط معايير يعني السناد اللي حصل ده لأول مرة وأتمنى يكون آخر مرة وأتمنى أن يكون آخر مرة لأنه فيه فرق بالمناسبة استفادت من ده السنين اللي فاتت بس هي بتنسى هي بتنسى الأهلي شارك في دور أبطال إفريقيا بناء على المعايير اللي قالها اتحاد الكرة وبناء على المعايير اللي اعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالتالي المشاركة هنا ما فيهاش أي مشكلة بل بالعكس مشاركة الأهلي في دور أبطال إفريقيا بتد البطولة قيمة ومكانة كبيرة جدا ليه؟ لأن انت بتتكلم على فريق آخر ست سنين لعب خمسة نهائي دور أبطال إفريقيا لخرج من دور المجموعات مرتين تلاتة وراء بعض ولا كان مركز أخير وما جمعش غير نقطة ولا تلات نقطة بل بالعكس آخر ست سنين وصل نهائي خمس مرات فزم البطولة دي عشر مرات لما انطبق معايير دور السوبر من مصر أكتر فريق بتنطبق عليه المعايير هو النادي الأهلي فبالتالي محدش يلعب على قصة المراكز وأنا هنا مش بكلم الجمهور لأن الجمهور غزبا عنه أنا بتكلم في الجزئية دي ليه؟ لأن بسمع مسؤولين بيقولوا كلام غلط بسمع أجهزة فنية ومدربين ابتدوا يعني ياخدوا نهج كده من الصح وعلى فكرة ده ما كانش نهجهم يعني المدربين تحديدا لما بتطلع تتكلم على معايير المشاركة الإفريقية يتبقى قاري ورق وعارف المعايير إيه يا أمه ما تتكلمش في حاجة مش بتاعتك خاصة أن أنت مدرب بتشتغل ككوتش فني ما تتكلمش على فكرة المعايير ومين يشارك تمهيدي ومين ما يشاركش تمهيدي لأن المشاركة هنا في المعايير الأول قبل معايير اتحاد الكورة والاتحاد الإفريقي هي الرخصة أنت ممكن تكون بطل الدوري لكن الرخصة بتاعتك لا تسمح لك أنك تشارك في أي بطولة قرية أصلا حتى لو بطل الدورة عشر سنين فألف به أول حاجة الرخصة الرخصة النادي الأهل الحمد لله النادي المواصل الوحيد آخر خمس سنين كان معاه رخصة دائمة مش رخصة مؤقتة رخصة دائمة وموجودة في مدحف الأهل في الجزيرة تمام؟ النقطة التانية السنة دي ملف الرخص لما كانت فيه أندية هتستبعد بعد الخطاب اللي اتبعت في أول شهر ستة كانت فيه أندية هتستبعد وأندية كبيرة مش أندية صغيرة بنتكلم أندية بتلعب في شمال إفريقيا بنتكلم فريق من مصر فريق من تونس فريق من المغرب وكان فيه فريق جزائري كمان لولا أنه هو سوى مستحقاته قبل إعلان كل هذه الأستثناءات بعد كده فبالتالي قالت به بنتكلم عن الرخصة ثانيا بنتكلم عن معايير الاتحادات المحلية ده مش كلامي ده كلام الاتحادات أو الاتحاد الأفريقي لما بيبعت للاتحادات الوطنية المعايير المشاركة في البطولات الأفريقية فمحدش يتكلم على فكرة هو ليه التالت بيشارك في دور الأبطال وليه ما بيشاركش كونفيدرالية وليه الخامس بيلعب كونفيدرالية والمفروض الرابع هو اللي يلعب دور أبطال أو أيا كان المساميات لأن التاريخ في الأربع خمس سنين كان كتير في 2017 أحد الأندية طلب من نادي آخر أن يلعب دور أبطال الأفريقية ما كانه لأنه اسمه كبير ما ينفعش يلعب كونفيدرالية وخرج حتى بعدها من دور الـ 32 فبلاش نلعب على جزئية التاريخ والمركز الثاني والثالث والمعايير ومدر بيطلع يقولك أنا إزاي ألعب تمهيدي لنبطة الأفريقية اسمع الاتحاد الأفريقي في سحب القرعة مدير المسابقات خالد نصار قالك إيه المعايير كانت إيه قالك آخر سنة مازمبي هيلعب دور أبطال من دور التمهيد التاني لأنه وصل سيمي فاينال سيمي فاينال كونفيدرالية الفريق الذي يلي خرج من دور المجموعات وبالتالي الأفضلية هنا لفريق مازمبي فبالتالي المعايير كلها واضحة الرخص فيها كلام كتير بيتقال دولة الخطابات الاستثنائية اللي طلعت بعد كده هي اللي سمحت لكل الفريق أنها تشارك لكن ألف به محدش يتكلم في القصة دي لأن المعايير والرخص فيها كلام كتير ممكن نتكلم فيها حلقات فهي السنة دي سنة استثنائية البعض فرحان إن الأهل مركز ثالث لكن الأهل ما بيبصش للتفاصيل دي أنا ثاني ثالث عاشر مش فريق معي أنا فريق معي أكون أول وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية هيكون فيه يعني استعادة للمرحلة السابقة ويكون فيه بطولات إن شاء الله في الفترة اللي جاية زي ما حصل ده في بطولة أفريقيا الأهل هيحاول ويحاول بني شكل كبير أنه ينافس على أفريقيا وكمان ينافس على الدوري العام بإذن الله دي كانت أهم الموضوعات اللي نقشناها النهاردة في ترند الترند أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نبدأ ونتكلم على ترند الأهل ونشوف السوشيال ميديا بقى ركزت عليه بخصوص أخبار الأهلي في الساعات الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي نروح للسوشيال ميديا ونشوف الصفحات تكلمت على إيه بخصوص الأهلي والنهاردة معظم الأخبار معنا منا تويتر الوطن سبورت بيقولوا مصدر الأهلي يواصل اجتماعاته لحسم الصفقات الجديدة والراحلين زي ما قلت لحضراتكم ممكن فيه اجتماعات مستمرة منذ حوالي 3-4 أيام والنهاردة حتى فيه اجتماع بخصوص المرحلة اللي جاء وهتبقى الاجتماعات مستمرة لحين الإعلام عن المدير الفني الجديد والجهاز المعاون إداريا طبيا كل الأمور دي كمان هيتم الحسم ملف الصفقات بالنسبة لتدعمات الفترة اللي جاية والتحضير للموسم المحل القيد الإفريقي أخره 15-9 القيد المحلي أخره 10 أكتوبر فنروح كمان لكورة إليفن فرمان الخطيب يتيح بالمدرب وعدد من نجوم الأهلي أبرزهم سواريش وميكي سوني مباراة سيراميكا كانت المحطة الأخيرة لعشر مغادرين خارج أسوار القلع الحمراء من أجل غربالة الفريق كورة إليفن بطلق الضوء على القرارات اللي تم اتخاذها بخصوص المرحلة اللي جاية يمكن سواريش بالفعل تم الإعلان عن رحيله لكن تعالوا نبص كده ونعمل إطلالة على مين هم العشر المغادرين لخارج أسوار القلع الحمراء أول حاجة كورة إليفن بتقول لويس ميكي سوني تقرر رحيله بنهاية الموسم الجاري في ظل توضع مستوى وعدم إقناع مسؤولي الأحمر حتى هذه اللحظة النادي الآلي لم يحسن ملف الراحلين خاصة في الأجانب وليد سليمان ده مظبوط لأنه أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة بالإنجازات كمان اسم جديد أحمد سيد غريب بيقوله لجنة التخطيط من قصص اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين مين ممكن يستمر فريق أول ومين ممكن يطلع إعارة لكسب المزيد من الخبرات محمد فاخن نفس الأمر زي أحمد سيد غريب برضو الأهل لسه ما أعلنش رقم خمسة ريكاردو سوريش والأهل فعلا أعلن رحيله النهاردة بنتكلم بقى على الجهاز المعاون ماريسيو فاشل مدرب العام وده مساعد سوريش رؤول فاريا مطور الأداء بدرو جاماريش مخطط الأحمال وأخصاء الفيسيولوجي إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى ولويس بيريرا محل الأداء الفرق المنافسة يعني بنتكلم من ضمن الأسماء دي كلها في أربعة لسه ما تمش إعلانهم رسمي محمد فخري أحمد سيد غريب لويس ميكسوني وبنتكلم كمان على باقي الصفقات أو باقي اللاعبين الأجانب الموجودين في الفريق حتى كمان بيرستاو كل الأمور دي هيتم تحددها خلال الفترة اللي جاي طيب نروح كمان لي يلا كورة بعد إعلان رحيله رسميا ماذا قدم ريكاردو سواريش مع الأهلي لعب 17 مباراة استقبل خمس أهداف في 14 مباراة خرج شباك نظيفة كلينشيت لم يدخل مرمى الأهلي أي هدف وسجل مع الأهلي في 17 مباراة 22 هدف الأهلي فز من 17 مباراة 9 لقاءات وتعادل 5 مباراة وخسر 3 لقاءات دي أرقام سواريش مع الأهلي في الدوري اللي عام خاصة أن استكمل الموسم أو استكمل أو لعب المباراة دي بالعادي من الإصابة وعدد كبير من قطاع الناشئين اليوم السابع بيتكلموا عن أن الأهلي يطمئن على جهزية المصابين ويبحث موقف الشحات وأفشا طبعاً كلنا عارفين أن كانت في إصابات لعدد من اللعيبة طاهر شريف السلية كوكا وكمان حسين الشحات فيعني موقف حسين ومحمد مجد أفشا يتحدد في وقت لاحق من الانتظام في التدريبات لأن الاتنين عارفين أنهم عملوا عملات جراحية أفشا كان عمل على جراحة الفتاء وحسين الشحات كان أجرى جراحة الغضروف فيعني قدامهم لسه وقت على ما يتحدد نزولهم للتدريبات طاهر شريف عمر كوكا يمكن مسؤول الأهلي اطمئنه على جهزية هؤلاء اللعيبة وأعتقد يعني الراحة لغاية عشرة تسعة من يوم عشرة تسعة نبدأ نشوف بقى من اللي هيكون جاهز للنزول في التدريبات الجامعية خلال الفترة اللي جاية اليوم السابع ابتدوا يتكلموا على موقف وليد سليمان للفترة الجاية بعد إعلان اعتزاله الأهلي يبحث تعيين وليد سليمان في منصب إداري بعد الاعتزال الكلام ما رايح هنا في سكة أنه هيكون فيه يعني تفكير فيه كادر إداري لأحد نجوم النادي الأهلي وليد سليمان وأعتقد الأمر هيتم تحديده خلال الفترة اللي جاية لأن الأهلي دايما معاودنا لما بيكون فيه مسيرة لأحد أبرز اللاعبين والنجوم بيكون فيه استفادة من هؤلاء اللاعبين سواء في الأمور الإدارية أو الأمور الفنية لكن طبعاً الكلام ده يعني ممكن بعد فترة قصيرة بعد ما تنتهي اجتماعات الفترة الحالية وكمان مهم جداً وليد كمان يكون محدد خطواته بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن كل التفاصيل دي أكيد هيتم إعلانها مستقبلاً طيب حساب في الجول بيتكلموا على وليد سليمان الحاوي يعلق حزاؤه بعد مرور عشر سنوات داخل النادي الأهلي عشر سنوات مليئة بالذكريات والبطولات استطاع أن يكتب اسمه بحروف من زهب داخل القلعة الحمراء وليد سليمان احنا بنتكلم على أنه خادت دوري المصري ست مرات مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات كأس مصري مرتين سوبر المصري خمس مرات أو خمس بطولات سوبر مصري كأسي كونفيدرالية وسوبر إفريقي وكمان كان فيه برونزية كأس عالم وليد سليمان مشوار طويل جدا من الانتصارات والبطولات مع الأهلي والأهم من البطولات والأرقام أن وليد طول فترة وجوده في النادي الأهلي كان حريص على أنه يستمر حتى اعتزاله حتى قصة انضمام وليد سليمان تتعمل فيلم سينمائي لأنه كانت مرحلة صعبة جدا ويمكن وليد خاد فيها اتصالات عديدة عشان مسؤولي نادي أمبي يوفقه على أنه ينتقل للنادي الأهلي لعب في أمبي ولعب في بيتروجيت ولعب في العديد من الأندية لكن الحمد لله انتقل وليد للأهلي ولعب في الأهلي عشر سنين ونقدر نقول وليد يمكن آخر عن قود جيل الموهبين الموهبون اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي في السنوات السابقة كل التوفير وليد سليمان إن شاء الله في خطواته المستقبلية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف الترند المحلي وكمان نشوف منتخبنا وأخباره خاصة بعد إعلان قائمة المنتخب من قبل البرتغالي روي فيتوريا أعلم بحضراتكم من جديد يمكن النهاردة خلاص بدأ الشغل بالنسبة للمنتخب الوطني روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي بدأ الاستعداد بها لجند شهر تسعة أعلن قائمة اللعبين أعلن التحضيرات للفترة اللي جاية يلعب مع مين مباراة ودية وهم نخص نحظه يمكن القصة كلها تأجلت ما فيش مباراة رسمية إلا على شهر مارس عشرين تلاتة وعشرين فالفترة الجاية كلها هتبقى مباراة ودية عشان يبدأ يتعرف على كل اللعبين النهاردة الراجل قال جملة مهمة جدا بس أنا مستغرب من معظم الزملاء بيقولك إيه إنه هو بيتابع الدور المصري وقدر يطلع منهم أبرز اللعبين ما هو عيتابع إيه ما هو مش هيتابع إلى الدور المصري فبالتالي الراجل النهاردة أعلن القائمة وأدسم مرحلة شهر تسعة لأكتر من مرحلة في الفترة اللي جاية وكمان إدى استثناء للعاب تاب بيراميدز وفيوتشر أو فيوتشر قصدي والزمالك عشان عندهم مباريات في الدور التمهيدي خلال شهر تسعة قدامكم على الشاشة دي قائمة منتخب مصري في معسكر شهر تسعة محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد صبحي في حراسة المرمى عمر جابر كريم فؤاد محمد عبد المنعم أسامة جلال باهر المحمدي علي جبر أيمن أشرف محمد حمدي دخط الدفاع حمدي فتحي نبيل دونجا محمد إبراهيم محمود حمادة مروان عطية إسلام عيسى عبد الرحمن مجدي شادي حسين أحمد عادل أحمد مدبولي مروان حمدي ناصر منسي أحمد شريف بنتكلم في حوالي 24 لعب هيبدأوا المعسكر بإذن الله يوم 13.09 والمعسكر هيمتد لغاية يوم 27.09 الأجندة الرسمية تبدأ 19 يعني الأجندة الرسمية تبدأ من 19 ل27 لكن هو هيبدأ 6 أيام قبل بداية المعسكر عشان يشوف المجموعة اللي تم اختيارها على فكرة يعتبر ضمن من الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وبنتكلم كمان في أيمن أشرف وحمد فتح يعني كمان وكريم فؤاد أحدث الوجوه المنضمة للنادي الأهلي فبنتكلم في حوالي 5 لعيبة فأعتقد هتبقى بداية جيدة خاصة اللعيبة منهم رجعين من أجازة فهيبقى في تحضير لهم بالنسبة للمرحلة الجاية كريم فؤاد كمان لفت الانتباه في الفترة الأخيرة ظهر بشكل جيد في مباريات الأهلي فروي فيتوريا ضم كريم فؤاد وده يعني أعتقد شيء إيجابي لكريم وللنادي الأهلي أنه عنده أكتر من لاعب في نفس المركز لاعب دولي بنتكلم في أقران توفيق إن شاء الله لما يرجع خلاص خلال الأيام اللي جاية بنتكلم في محمد هاني في فترات سابقة لما كان بينضم والنهاردة مركز أو لاعب جديد في نفس المركز بينضم للمنتخب الوطني وهو كريم فؤاد طيب روي فيتوريا النهاردة قالت أصراحات مهمة جدا قال الفترة الأولى هتشهد انضمام اللاعبين المحليين فقط بسبب عدم وجود اللاعبين المحترفين لأن الأجندة هتبدأ 19 فما ينفعش يضم المحترفين إلا من يوم 19 نفس الوضع بالنسبة اللاعب المشاركة مع أنديتهم في بطول الدولة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية يوم 17.09 يتم الإعلان عن قايمة تضم جميع اللاعبين يبقى هو منتظر مباراة الدوري التمهيدي اللي هتتلعب في منتصف شهر 9 بالنسبة للزمالك وبالنسبة لفيتشارن دولة هيلعبوا الدوري التمهيدي الأول تصنفهم متراجع في هيلعبوا من الدوري التمهيدي الأول طيب الراجل قال فيتوريا أن الهدف من المعسكر الأول هو أن يكون هناك اتصال مباشر بين اللاعبة والجهاز الفني لأن أنا عايز أتعرف عن قرب على اللاعبة خلال أول معسكر قال كمان بنسعى لأن يتمتع اللاعبون بالجاهزية اللازمة للتواجد في المنتخب وأن تكون لديهم الخبرات اللازمة ونسعى كذلك لخلق الانسجام اللازم كمان فيتوريا قال الفرصة لا تزال متاحة أمام جميع اللاعبين للانضمام للمنتخب في المستقبل والجهاز الفني مستمر في متابعة جميع فرق الدوري قال كمان التعرف عن قرب على اللاعبين هو الهدف الأبرز من إقامة المعسكر الأول للمنتخب أوجه الشكر لجميع الأندية اللي استقبلت الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية وأهنئ جميع الأندية على المجهود اللي بزلوه في بطولة الدوري في الموسم المنقضي وكمان أوجه التهنية للفرق الصاعدة للدوري الممتاز وحظ أفضل للفرق التي لم يحلفها التوفيق للبقاء في الدوري بيشكر كل الأندية والمدربين اللي قاموا باستقباله خلال زياراته على مدار الأسابيع الأخيرة وقال رسمي فيتوريا أنه هيلعب مع النيجر وليبيريا خلال أجندة شهر 9 إذن مصر هتلعب مع النيجر ومع ليبيريا في أجندة شهر 9 بعد إنهاء المفاوضات مع كلا المنتخبين المعسكر هيبدأ يوم 13 والمرحلة الأولى تنتهي يوم 17 والمرحلة التانية هيبقى من 19 ل27 هو قال المباراتين هنلعب يوم 23 وهنلعب يوم 27 في ختام المعسكر ضمك على الشاشة طبعا دي وقاع المؤتمر الصحف النهاردة لروي فيتوريا وكمان كل الجهاز المعاون كان موجود معنا تماني يا رب تكون بداية موفقة وتكون بداية جيدة لمنتخبنا الوطني بعد مرحلة من التخبط في اختيار الأجهزة الفنية في الفترة الأخيرة طيب ده بالنسبة للمنتخب الأول المنتخب الأولمبي أكيد هيكون فيه استعدادات بالنسبة للمنتخب الأولمبي وأكيد كمان فيه جهاز فني جديد بقيادة البرازيلي ميكالي اللي هيبدأ كمان في شهر 9 للمرحلة اللي جايه نروح للترند المحلي ونشوف أبرز الأمور الخاصة بالمنتخبات خلال الفترة اللي جايه نبدأ الترند المحلي مع بعض وحساب بطولات على تويتر بيقول أن ميكالي يرفض اقتراح اتحاد الكورة بشأن معسكر منتخب مصر الأولمبي الرجل رفض يلعب أي مباريات ودية خلال شهر 9 لكن عايز يتعرف على كل اللعبة ده وجهة نظر مهمة جدا من المدرب البرازيلي طيب نروح بقى للأندية بعد اختم الموسم إيه اللي هيحصل للفترة الجاية؟ فيهم دربين هيرحلوا فيهم دربين هيتم التعاقد معهم نبدأ معكم من الوطن سبورت على تويتر بيقول أن البنك الأهلي رسميا بيعلن تجديد الثقة في خالد جلال طيب نروح نشوف طلاع الجيش رسميا من خلال حساب يلا كورا طارق العشري يعنن رحيله عن تدريب طلاع الجيش رغم النتائج الجيدة والطلاع السنة دي أنا هلموسم في المركز الرابع لكن كابتن طارق العشري فضل إنه هو يرحل كورا بلس أيضا على تويتر نشر تصرحات مهمة جدا للقابتن طلعت يوسف المدرب المخضرم قال لو امتلكت مساحة زمنية أكبر لأنقصد الجونة من الهبوط قال طبعا ما كانش عندي رفاهية الاختيار عند تولي المسؤولية عادي انتهى ولو عرضوا علي الاستمرار معهم في الدرجة التانية فالأمر صعب إن أنا طبعا أكمل في الوقت الحالي مع الجونة وبتأكيد الأمور دي بتحتاج لتفكير ده رأي الكابتن طلعت يوسف بعد هبوط الجونة بالأمس أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل مع بعض آخر فقرة من برنامج الترند أهلا بحضركم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند نروح للترند العالمي وأول حاجة معنا طبعا النجم المصري محمد صلاح حساب أنفلد واتش على تويتر بيقول إن محمد صلاح صنع 15 فرصة هذا الموسم أكثر من أي لعب آخر في الدول الإنجليزي صلاح عمل 15 فرصة نتمنى كمان يجيب أهداف لأن صلاح عنده رقم مهم جدا عايز يكسره الأفضل هداف في تاريخ الدول الإنجليزي بالنسبة لليفربول والنهاردة عنده مباراة مهمة جدا معنا يكسر الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة نتمنى التوفير رب لمحمد صلاح زي ما صنع أكثر فرص الموسم ده كمان إن شاء الله يجيب أهداف في الفترة اللي جاية وكانت غريبة جدا ماتش اللي فات كسبه تسعة بس للأسف ولا هدف قدر يحرزه محمد صلاح طب حساب سكاي سبورت على تويتر نشر تصرحات للهولندي إيركا تنهاج المدير الفني للمانيونيتد واللي بيقول فيها إن كريستيانو رونالدو سيستمر مع الفريق ولن يرحل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي تصريح مهم جدا ومعنا كده إن كريستيانو مكمل مع المانيونيتد على الأقل خلال الثلاث شهور اللي جاية طيب حسابة شيلسي على تويتر أعلن ضم المدافع ويسلي فوفانا من لستر سيتي كلنا عارفين انتقالات خلاص في إنجلترا النهاردة الديدلاين النهاردة آخر يوم بالنسبة للقيد في الدور الإنجليزي لكن أكيد خلال الساعات اللي جاية هيكون فيه كلام كتير بخصوص بعض الأندية اللي عايزة تبرم صفقات في الساعات الأخيرة المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة مقترحات حضراتكم على تنظيم الدوري وأبرز السلبيات اللي كانت موجودة في بطولة السنة اللي فجت أستاذ جابر عود بيقول التحكيم ثم التحكيم ثم التحكيم أستاذ جابر أوعدك إن شاء الله الإسبوع اللي جاي عندنا حلقة مهمة جدا عن التحكيم هنكشف كواليس وتفاصيل مهمة جدا أتمنى يعني خلال الأسبوع ده ما يكونش تم الإعلان عن التشكيل الجديد للجنة الحكام برئاسة ماركت لاتينبرج إن عندنا كواليس مهمة جدا أعتقد إنها ممكن تفيد اتحاده كورة لو عايز يصلح المنظومة التحكيمية الأسبوع اللي جاي بإذن الله عندنا كواليس مهمة جدا بحصوص ملف التحكيم واللجنة اللي هيتم تشكيلها ومين عايز يدخل اللجنة وهو المفروض أصلا ما يتمش يعني إنه هو يكمل في اللجنة بعد الأحداث الأخيرة وبعد رحيل عصام عبدالفتاح والسيد مراد تحديدا أستاذ وليد بيقول التحكيم وضغط المباريات دوري من مجموعتين أول 8 فرق تلعب دوري من دور واحد على اللقب وباقي الفرق تلعب لتحديد الهابط أو دوري من دور واحد يبقى هو السلبيات شايفة التحكيم وضغط المطشط واقتراحات تنلعب دوري من مجموعتين أو دوري من دور واحد أستاذ علي عوض بيقول التحكيم هو أسوأ شايف الدوري وما حدث من تفويت فرق مع بعضها آخر الدوري كانت صعبة جدا أكيد طبعا ملحوظة بعد إقالة عصام احتواء فوز وحيد وخسارة واثنين تعادف ماشي الناس بس في التعليقات يا جماعة أستاذ عبدالله الأهلاوي من سلبيات البطولة الأخطاء التحكمية وأتمنى أن يتطور التحكم طيب دي يعني تعليقات الناس بخصوص المنظومة التحكمية وبخصوص كمان سلبيات البطولة واقتراحتهم لتنظيم الدوري خلال الفترة اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا نلتقى على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء